بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول محمد زكي برقية تهنئة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين وخلال برقية التهنئة ثمن وزير الدفاع بكل التقدير والاعتزاز دور رجال الشرطة الوطني المشرف في تأمين وحماية الجبهة الداخلية والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية حفاظا على أمن وسلامة مصر الغالية وتأمين انطلاقتها نحو البناء والتنمية في كافة ربوع مصر كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر برقية تهنئة مماثلة لوزير الداخلية بهذه المناسبة